نحب بقى بسرعة لأخبار النادي الأهلي سريعا كده المشكلة الكبيرة اللي خلت الجهاز الفني بكيادة فيلر عنده أزمة كبيرة وغضب شديد جدا والغضب ده يعني بلغ بيه أقرب المقربين إليه بعد ما بلغ لجنة التخطيط بيه وهو عدم مشاركة رمضان صبحي خلال الفترة القادمة مع النادي الأهلي إذا كان في الدوري الممتاز أو دوري الأبطال الأفريقي ليه الموضوع دوت لأن طبعا رمضان صبحي كان معار من هيدرسفيلد طبعا عارفين مد عارضه مرتين المرة الأولانية كانت ست شهور 800 ألف جنيه سترليني ثم مدت النادي الأهلي تعاقده لمدة موسم كامل من 2019 بمليون وستمائة ألف جنيه سترليني طيب عن بعد التوقف بعد جائحة كورونا اتحاد الدولي كان رسم خريطة زي ما بقول ولكن مش إلزامية وبلغ الأندية أن فترة التوقف بسبب جائحة كورونا ممكن يكون أي لعيب معار من نادي النادي آخر يكون فيه فترة يعني زي ما بقوله فترة تعويضية زمنية عن فترة التوقف ولكن ما كانتش الموضوع إلزامي فقال لك الموضوع ده يبقى ما بين نادي وما بين نادي آخر فمفروض كان النادي الأهلي يخاطب هيدرسفيلد ويقوله أن خلال التلات شهور التوقف لازم أن يكون فيه تعويض زمني ويكون فيه اتفاق النادي الأهلي لم يخاطب النادي الإنجليزي اللي دلوقتي بيلعب فيه القسم الثاني في الدوري الإنجليزي فدلوقتي الأزمة بقى بنت أكتر عندما أرسل هيدرسفيلد خطاب للنادي الأهلي بيقول للنادي الأهلي أنا محتاج رمضان صبحي ويكون عندي يوم عشرة أغسطس خاصة بعد انتهاء فترة عارته النادي الأهلي كان قابليها خاطب اتحاد الكورة موقف رمضان صبحي ايه؟ اتحاد الكورة قال له ما ينفعش أنك رمضان صبحي يشارك فيه مباريات الدوري الممتاز إلا بخطاب رسمي من هيدرسفيلد بتمديد الإعارة وفي حالة مشاركة رمضان صبحي مع النادي الأهلي يخصم ستة نقاط رسمية من رصيد النادي الأهلي النادي الأهلي بقى فيه بعض التساؤلات كده هل فعلا نتأخر فيه المفاوضات مع هيدرسفيلد ولكن النادي الأهلي رد وقال احنا ما زلنا فيه المفاوضات الرسمية وعلمت نبض الملاعب من أقربين في النادي الأهلي من مصادر موسوقة جدا النادي الأهلي قال همد فترة الإعارة أو هنشتري نهائي ولكن النادي الأهلي كان أقدم عرض آخر عرض ليه 3.5 مليون جنيه استرليني والنادي هيدرسفيلد كان واقف على 4 مليون جنيه استرليني وكان عرض النادي الأهلي الأول 2.5 مليون جنيه استرليني فالموضوع كان بدأ يكون قريب لكن هيدرسفيلد عشان زي ما بيقوله باللغة العامية يسخن النادي الأهلي قال له أنا عايز رمضان صبح يجي لي مع أن العقده مع هيدرسفيلد لأن هيدرسفيلد واخد رمضان صبح من ستوك سيتي فباقي من عقده موسم واحد فمن الأفضل أن هيدرسفيلد يبيع لنادي الأهلي واستفاد بهذه الفلوس زي ما اتكلمنا في الانترو عن الرد القوي الجميل اللي احنا شفناه من الاتحاد الكرة وعبل البيان في دعم التحكيم المصري